اشتركوا في القناة في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في مجلس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين في اليراق وقد اخترنا لكم اليوم موضوعا هو يعني وليد هذه المرحلة الزمنية قبل سنوات وتحديدا في الشهر الحادي عشر من عام 2005 العقد في القاهرة في هذا العام مؤتمر اليفاق العراقي أو المؤتمر التحضيري لمؤتمر اليفاق العراقي في التاسع عشر من شهر الحادي عشر من عام 2005 وثم أعقبه اجتماع آخر في السنة التي تلت وتماشيا مع ذكرى هذا المؤتمر مضى عليها الآن يعني من عام 2005 سبعة عشر سنة وفي نفس هذا التوقيت ولكن ستوافق الخميس والجمعة القادمة والجمعة والخميس القادم كما تعلمون لا يوجد مجلس فارتعينا في هذه الليلة أن يكون المجلس عن هذا الموضوع مؤتمر القاهرة أو مؤتمر اليفاق العراقي في القاهرة هو مرحلة من مراحل العمل الوطني التي قطعتها القوى المناهضة لاحتلال منذ ساعة الاحتلال الأولى ولأهميته ولأنه كان مرحلة فارقة في تثبيت الحق الوطني العراقي وفي تثبيت حقية المقاومة وشرعية المقاومة كان علامة وما زال علامة فارقة من علامات العمل الوطني الجبهوي في العراق كما تعلمون الهيئة انضوت منذ مرحلة مبكرة من عمر الاحتلال في سياقات العمل الجبهوي مع عدد من القوى الوطنية الأخرى للوقوف في وجه الاحتلال وهذه التجارب بدأت منذ الأسابيع الأولى للاحتلال ثم تطورت بعد ذلك بأشهر ودخلنا في مرحلة المؤتمر التحسيسي الوطن العراقي ثم ما ترتب على هذه المشاركة وعلى هذا العمل من جهود على مدى سنوات عدة في عام 2005 حدث تطور مهم جدا وكلكم يعلم أن الأعوام 2004 و05 و06 كانت من أشد الأعوام على قوات الاحتلال في العراق نتيجة فعل المقاومة العراقية الباسلة وتكلل العام 2005 ومطلع العام 2006 بأكبر معدل من العمليات ضد قوات الاحتلال وهذا أدخل العملية السياسية والاحتلال الأمريكي في مأزق حقيقي فبدأ هذا الاحتلال يبحث عن مخارج يبحث عن حلول بعد أن لم يستمع لوجهة نظر القوى المناهضة الاحتلال في حلولها التي طرحتها منذ البداية ولسيما خطت جذرة انسحاب قوات الاحتلال التي قدمتها الهيئة لموفد الأمين العام المتحدة العراق الأخضر الإبراهيمي في شهر شباط من عام 2004 ثم المشاريع التي تلت ذلك في عام 2005 و2006 بدأت مشكلة الاحتلال مشكلة قوات الاحتلال في العراق بالظهور وبدأ الحديث عن تورط الأمريكان في المستنقع العراقي ولا تنسوا أن في تلك السنوات صدر التصريح المشهور عن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن عندما قال كنا نروج مزاعم النصر خشة تستولي روح الهزيمة على جنودنا هذه الهزيمة هي هزيمة عسكرية حسية على الأرض لكن واكبها عمل وطني مناهض للاحتلال الساند للمقاومة ومدافع عن الحق العراقي في المحافل العراقية والعربية والإقليمية والدولية حين ذاك نبتت هذه الفكرة وهي الدعوة إلى مؤتمر لبحث القضية العراقية على الأمريكان ومن مع الأمريكان ومن يتعاون مع الأمريكان ودول الإقليم والمنطقة فتصل إلى حل تضمن من خلالها عدم توسع آثار الهزيمة الأمريكية على المنطقة أبوان من جانب ومن جانب الآخر تسعى الدول الأخرى التي دخلت في هذا المؤتمر أو سعت إلى التحضير له لتخفيف الأضرار على المنطقة خشية أن تتوسع آثار الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق على البلدان العربية الأخرى وهذا سعي مشروعه ولكن لما لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في القاهرة تحققت هذه المخاوف وواقع الحال الآن يحكي يعني السلبيات التي ترتبت على عدم إنجاز اتفاق القاهرة ولا نحتاج إلى شواهد ولا أذل على ذلك فالعراق الآن ليس وحده من يعاني من آثار الاحتلال أو ما بعد مرحلة الاحتلال وإنما المنطقة جميعا تعاني بدأ أولا هذا الموضوع مؤتمر القاهرة بدعوة جاءت من الجامعة العربية لهيئة علماء المسلمين ولبعض القوى الأخرى لعقد مؤتمر يبحث الشأن العراقي كان مزمعا يعقد فيه في منتصف عام 2005 جرت مباحثات عديدة بهذا الصدد تمخضت أخيرا عن زيارة وفد من الجامعة العربية برئاسة الألميين العام السابق الجامعة عمر موسى إلى العراق وزيارته مقر الهيئة عندما جاء إلى مقر الهيئة حصل لقام وسع بينه وبين أعضاء الهيئة وأعضاء المؤتمر التأسيسي الوطن العراقي لأن الهيئة ما أرادت أن تبت بهذا الأمر وحدها وهي كانت شريكا لقوة أخرى في المؤتمر التأسيسي فعرضت هذا الأمر عليهم واتفقوا على التباحث مع الجامعة العربية بهذا الصدد فجاء عمر موسى وطرح الفكرة ثم عقد مؤتمر صحفي مباشر بعد اللقاء تحدث هو فيه وتحدث فيه الأمين العام الراحل ليد علمان السلمين الشيخ حارة الضالي رحمه الله وتحدث آخرون ثم أصدرت الهيئة تصريحا صحفيا قالت فيه بأنها تلقت دعوة لحضور مؤتمر للوفاق العراقي هكذا بعد العدوان في مصر وأنها ستبحث هذا الموضوع هي والقوة الوطنية لغرض معرفة حقيقة المؤتمر والوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن تتمخذ عنه طبعا حصل اتفاق في هذا الصدد بين القوة بعد أن اجتمعت في مقر الهيئة في جامع أمو القرى بتاريخ 2010-2005 القوة المناهضة لاحتلال اجتمعت وتناقشت في هذا الموضوع وارتأت أن تشارك في مؤتمر القاهرة لأنه فرصة أولا يتعامل مع القوى الوطنية المناهضة لاحتلال على مستوى الندية ثانيا هو فرصة أن هذه القوة تطرح مشكلته من هذه المنصة المهمة للجامعة العربية بغض النظر عن تقييمنا لأداء الجامعة العربية ولكنها منصة إعلامية مهمة حضور مفوذ عربية وإقليمية ودولية فضلا عن التغطية الإعلامية الكبيرة التي ستصاحب هذا المؤتمر وأيضا تعطي وزن معنوي لهذه القوة أن هذه القوة تحضر مؤتمرات وتناقش بموضوعية وبعلمية وبمرونة وأنها قوة تتمتع بخبرة سياسية والذيها قدرة على العمل السياسي لا كما تشيع أطراف العملية السياسية وقوة أخرى قوة الاحتلال فاتخذ قرار بالمشاركة في المؤتمر بشرط أن توافق الجامعة العربية ومن معها على الأسس التي تطرحها هذه القوة لحضور المؤتمر بمعنى أن هذه القوة فيها لا يشترطت ستة أسس للمشاركة في المؤتمر إن تحققت ستشارك وإن لم تتحقق لن تشارك وهي أولا تحديد جدول زمني مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال لأنها أصل المشكلة وهذا تأكيد على خطة الجدول السابقة يعني بناء الشيء على مشروع سابق مو خطوة تبدأ من نقطة الصفر الجديدة ثانيا المقاومة العراقية حق مشروعه والإرهاب بكل أشكاله جريمة مرفوضة النقطة الثانية بعد المطالبة بخروج قوات الاحتلال الاعتراف بأن المقاومة حق المشروع للعراقين وأن المقاومة العراقية تقوم بهذا الواجب الشرعي ثم التفريق بين المقاومة والإرهاب من وقت مبكر جدا ثالثا العمل على إعادة الجيش العراقي بعد إقصاء العناصر المسيئة منه وذلك وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقا لاحظوا إخواني هذا في عام 2005 في شهر عشر 2005 وهذا يدحظ كل الإدعاءات التي تتحدث عن فتاوى هيئة علماء المسلمين في موضوع حل الجيش وعدم دخول الجيش وما إلى ذلك والوثائق بهذا الصدد كثيرة كلما نقرأ أكثر في وثائق وأدبيات هيئة علماء المسلمين أو كلما يكتشف أدل على دحض هذه الفرية التي افتراها بعضهم ثالثا أو رابعا عفوا حل الميليشيات المسلحة ولا سيما تلك التي ترفع الطائفية السياسية شعارا لها خامسا حل الإشكالات المترتبة على وجود الاحتلال ولا سيما قضايا المعتقلين بغير حق في سجون الاحتلال والحكومة العراقية سادسا تشكيل لجان محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر الأجهزة الأمنية هذه النقاط والأسس يعني الستة التي اشترطت الهيئة ومن معها تحققها حتى تشارك في المؤتمر وهذا ما حصل وسترون أن كلمة الأمين العام الشيخ حارث الضاري أمام المؤتمر تضمنت هذه الأسس فضلا عن ذلك أن البيان الختامي للمؤتمر تضمنها كما سنقرأ بعد قليل بعد إعلاننا بموافقة الجامعة العربية على هذه الأسس شاركت الهيئة ومن معها من القوى في المؤتمر واشترطت أساسا جديدا بعد سماع بعض الكلام والإشارات من هنا وهناك وهذا الأساس احتياطي هو مفهوم ومعروف وقيلة لعمر موسى شفاها ومفهوم من واقع الحالة أن قوى منايضة الاحتلال ذاهبة للقاء قوى سياسية في العملية السياسية للوصول إلى حل يعني طرفين يعني أشبه بمفاوضات برعاية أطراف ثالثة وليس طرفا واحد ولكن مع ذلك احتاطت الهيئة والمؤتمر التأسيسي فاشترطوا شرطا آخر وهو أن لا يعد هذا اللقاء هذا المؤتمر جزءا من العملية السياسية أن لا يعد جزءا من العملية السياسية أن لا يفهم منه أن المشاركة في المؤتمر تعني القبول والمشاركة في العملية السياسية ذهبنا إلى المؤتمر تشكل وفد الهيئة وتشكل وفد المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني المناطل لاحتلال يعني ما ذهبنا كوفد واحد لأن الدعوة كانت موجهة للهيئة والهيئة اشترطت أن تكون المفاوضات أو التحضيرات مع المؤتمر التأسيسي فذهب مؤتمر الوفد التأسيسي برئاسة الشيخ جواد الخالصي ومع بعض الأعضاء وذهب وفد الهيئة برئاسة الشيخ حارث الضاري رحمه الله ومعه بعض الأعضاء وفد الهيئة لم يقتصر على أعضاء الهيئة وإنما ضم الوفد معه أيضا بعض الشخصيات الاستشارية المهمة التي كان الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله يستشيرها في هكذا قضايا سياسية ويعتمد على رأيها المستقل فكان الوفد يضم الشيخ حارث الضاري رئيسا ومعه الدكتور رحمد بشيار الفيضي عضو الأمانة العامة والنادق الرسمي باسم الهيئة وأنا ومعنا كان الدكتور خليل الحديثي رحمه الله أستاذ العلوم السياسية المعروف في جامعة بغداد والأستاذ وليد الزبيدي الإعلامي والمحلل السياسي المعروف وقد أعدت الهيئة كلمة في المؤتمر يلقيها الأمين العام وهذه الكلمة وعدت ثم نوقشت من أعضاء الأمانة العامة ثم بعد ذلك وعرضت على مستشاري الهيئة وعلى هذا الوفد الخماسي ونوقشت أيضا وبقينا في تنقيح لهذه الكلمة حتى ونحن في القاهرة بمعنى أنها عبرت عن رأي الهيئة وفق المحددات والضوابط المتفق عليها لقبوة مناهضة الاحتلال وحضرت طبعا لقاء أطراف أخرى واللقاء كان واسع بيعات الجامعة العربية جميع ممثلي الجامعة العربية الدول المنظمة في الجامعة العربية زائدا وزراء خارجية عدد من هذه الدول جاءوا لإعطاء زخم لهذا الوثمر وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطراف أخرى وعقدت جلسات علنية لهذا المؤتمر وتليت فيها كلمات في كل الأطراف ثم بعد ذلك جلسة مطولة جدا لصياغة التوصيات النهائية بالنسبة للجلسات كانت الكلمات متفاودة كلمات القوى المشاركة في العملية السياسية بما فيها من تعالي واستفزاز ونفس طائفي ونفس عنصري وإقصاء للآخر وعدم الاعتراف به وما إلى ذلك وكلمات بعض الأطراف السياسية اللي داخل العملية السياسية اللي ليس فيه هذا الشيء ولكن فيها ضعف شديد جدا ومحاولة لإبقاء النظام السياسي كما هو وعدم انسجام مع طروحات القوى المناهضة للاحتلال فيما كانت هناك شخصيات مستقلة لا كان موقفها أقرب إلى مواقف القوى المناهضة للاحتلال ندخل مباشرة في المؤتمر طبعا نعقد في يومين 19 ثلاثة أيام 19 إلى 21 تشرين الثاني عام 2005 وصدر فيه بيان ختامي سنقرأ جزءا منه بعد قليل ولكن فقط قبل أن ندخل البيان الختامي كانت هناك كلمة الأمين العام للهيئة الشيخ حالة الضاري الكلمة المشهورة وكانت طبعا وكالات الأنباء والفضائيات تنقل وقائع المؤتمر وكانت الأحداث ذلك الوقت قليلة فقط أحداث العراقية المشورة والعالم كله يترقق وكانت تنقل مباشرة كل أحداث صغيرة كانت أو كبيرة وهذا ما أردناه فقد نقلت فعلا قضية العراقية وإن كان الإعلام يتفاعل معها بشكل جيد إلى حد ما ولكن هناك على خلال نقول علامة فارقة يعني تماما بعد مؤتمر القاهرة كان الحضور الإعلامي أكبر وأوسع واستمر حتى بعد المؤتمر الكلمة تضمنت ستة محاور رئيسة المحور الأول هو تحديث جذوى الزمن مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال التي هي أصل المشكلة كما ذكرناه في الأسس والمحور الثاني كان المقاوم حق المشروع والإرهاب بكل أشكاله جريمة موفوضة يعني نفس الأسس أو الأسس نفسها التي ذكرت تم التوسع فيها المحور الثالث العمل على إعادة الجيش العراقي بعد إقصاء العناصر الموسيئة وحل الميليشيات المسلحة والمحور الرابع حل الإشكالات المترتبة على وجود الاحتلال والأسيما قضايا المعتقلين بغير حق في سجون الاحتلال والحكومة والمحور الخامس تشكيل لجان محايدة للتحقيق في الجرام التي ارتكبتها عناصر الأجهزة الأمنية وغيرها خمسة محاور الفقرة الأخيرة أضافها خارج السياق أضافها الأمين العام من وحي ما جرى من نقاشات في الجلسة ومن وحي ما سمع من كلمات فهذه المحاور الخمسة متفق عليها وفيها تفاصيل وهي موجودة في هذا الكتاب طبعناها منذ وقت مبكر في هذا الكتاب ضم كلمة الشيخ حارث الضالي وكلمة الدكتور محمد بشار الفيضي في المؤتمر اللاحق في عام 2006 وأيضا موجودة هي على موقع الهيئة وعلى مواقع كثيرة جدا وبالنكان وأيضا تضمنتها بعض إصدارات وكتب الهيئة فيسهل الوصول إليها ماذا أضاف؟ كانت كلمة رئيس الوزراء رئيس وزراء حكومة الاحتلال في ذلك الوقت هو إبراهيم الجعفري وقد تكلم بطريقة فيها عنجهية فيها تعالي فيها قرور فيها عدم اعتراف كما قلنا بالآخر وما إلى ذلك فضلا عن عبارات يعني لا تخرج من العقل ولا تخرج حتى من اللسان وإنما تخرج من خزين يعني يخرجه ليس رغما عنه ليس للرغم منه وإنما كان قاصدا في إخراجه كانت هناك عبارات استفزازية كثيرة جدا فأضاف عبارة الشيخ حالث الضاري ختم بها الكلمة وكانت هي تكاد تكون يعني النهاية المناسبة لهكذا كلمة تعرض وقائع ما يريده العراقيون من هكذا المؤتمر قال وأخيرا يؤسفني جدا ما سمعته من بعض العبارات التي وردت في خطاب رئيس الوزراء المخيبة للأمل في تفاهم واتفاق جدي بين الأطراف العراقية لأن روح الإقصاء فيها واضحة ولأن عدم الاعتراف في الواقع هو الطاغي على هذه الكلمة ولأنها عرضت العراق بصورة وردية والحال أنه ليس كذلك هنا ملاحظة أن بعض الأطراف التي في العملية السياسية وتحديدا بعض الأطراف العربية السنية بحسب توصيف العملية السياسية ما كانت مرتاحة لوجود الهيئة وما كانت راغبة في أن الهيئة يكون لها هذا الحضور وأن تكون لها كلمة رئيسة في المؤتمر بل أن كلمات بعض هؤلاء كانت غير مناسبة وعضدت عن قصدين أو غير قصد طروحات بعض الأطراف المهيمنة على الحكم ولكن بعض الشخصيات تجرؤوا من هؤلاء ليسوا رؤساء وفوت لكن من أعضاء وفوت تجرؤوا بعد انتهاء الكلمة قالوا عندما صعد الشيخ المنبر تخوفنا من الكلام ماذا سيقول؟ كانوا يتصورون بأنه راح يتحدث بلغة أيضا كلغة إبراهيم الجعفري كان راح يتهم الآخرين ويتكلم بألفاظ العمالة والتعاون مع الاحتلال وإن كانت متحققة فيهم ولكن كان الخطاب بطريقة أخرى وكانوا يظنون بأن الخطاب راح يكون عاطفي هكذا يتصورون خطاباتنا ولكن لما كان الخطاب عقلاني واقعي مدلل فيه مطالب واضحة وصريحة ومباشرة بدون إطالة قالوا هذا يمثلنا هذا الخطاب يمثلنا جميعا ونعتقد بأنه راح يؤثر على المؤتمر يحقق شيئا ما هذا تصورهم أنا كانت عندنا قناعة أنه مجيئنا هو لكسب هذه الفرصة الإعلامية الكبيرة والإثبات حقنا وإلا لا يمكن أن يرتجى شيء لأن القرار ليس بيد من جلسنا معهم القرار بيد من جاء بهم كما تعرفون بعد ذلك جرت طبعا جلسة لصياغة البيان الختام وهذه الجلسة جرت فيها محاولة لإبعادنا تحديدا للدكتور محمد بشار الفيضي وأنا عن الحضور من أجل أنه تنفرد الأطراف الأخرى بالوالد رحمه الله والأطراف الأخرى هي كل الأطراف التي داخلها في العملية السياسية مع اختلاف يعني ميولهم وتوجهاتهم وشخصياتهم وما إلى ذلك فعقدت جلسة أولى للمشاورات ثم وعقدت الجلسة الثانية هي جلسة الحسم فذهبنا إلى القاعة الوالد قال رحمه الله تعالوا معي ودخلوا للقاعة مهما كانت الظروف فأحنا جينا الباب القاعة ودخلنا انفتح الباب دخل الوالد تشريفات الجامعة العربية اللي واكفين حاولوا ما يدخلون الوالد قال للجماعة معي يدخلون عمر موسى أمامنا مباشرة أحرج فقال خليد فضلون الجماعة فدخلنا وفعلا اكتشفنا أن النقاط والتوصيات والاتفاقات معدة وليست وليدة نقاش في هذه الجلسة ولا بأس كل المؤتمرات في العالم تعد مسودة ثم تناقش هذه المسودة ولكن أن تعد المسودة بدون حضور وفود فنية تساهم في إعداد البيانة الختابة تصوروا اللي حاضريا كأتلاف حكومي أو كقوة موثلة للإتلافات الحكومة تكتلات المشاركة في العملية السياسية والحكومة وقتها المجلس الأعلى أدت أشخاص حزب الدعوة بأقسامه وأشكاله المختلفة الوفاق التيار الصدري كان شخص واحد حاضر إن كان سلام المالكي كان وزير وقته وحاضرين أيضا موثلين عن الحزب الإسلامي والوقف السني وشخصيات أخرى طبعا الجانب الكردي ياطرافي أيضا وقوة أخرى المجموعة يكاد يكون يعني يقرب من العشرين نحن ثلاثة فقط في مقابل الآخرين ستة عشر وسبعة عشر واحد وجرى النقاش على كثير من القضايا وهذا النقاش جرى أحيانا إلى يعني ارتفعت وتيرته وصار فيه حدة وصار فيه اتهامات للأسف لكن أبرز نقطة أسيبي للمثال أذكرها إنما جاءت فقرة دعوة السفارات العربية للعودة إلى بغداد يعني العرب يعودون إلى بغداد أطراف العملية السياسية كلهم ضد الدور العربي في العراق ما يريدون للعرب أن يكون لهم أي أثر في العراق لأهداف معروفة طمع ولكنهم في هذه الجزئية كانوا يقاتلون من أجل ثباته في التوصيات لماذا؟ لأن يستكسبون منها كما يظنون الشرعية عندما تأتي هذه السفارات وترفع علامة في بغداد وبغداد محتلة وما إلى ذلك أغلب السفارات العربية تركت بغداد وخرجت منها قسم منهم كان يزاو الأعمال من العردن ومن بلاد أخرى وقسم ما بعد سفير نهائيا كان موقف العربي الرسمي فيه بعض القوة ذلك الوقت في هذه الجزئية تعديدا من رفض؟ وفد الهيئة رفض عودة السفارات فأذكر أنه رئيس أحد الكتل أيضا العربية الصنية فيه وقتها قال لا تريدوا للعرب أن يرجع إلى بغداد غريب قلنا له لا وكفارق بين العرب وبين السفارات ما الفائدة من عودة سفارات لا حوله لها ولا قوة سفارات تفتح في بغداد والسفير لا يجروا على العمل في بغداد يستقرب في عمان أو في دولة أخرى في دمشق وغيرها أو السفارة مفتوحة وفيها موظف واحد ومغلق أبوابه وما تستقبل أحد من المراجعين لا يحققت الهدف السياسي ولا يحققت الهدف الدبلوماسي ولا حققت أي هدف آخر إلا هدف واحد وهو أن يرفع علم البلد في بغداد المحتل لا تستفيد منه العملية السياسية أما إذا كانت عودة عربية حقيقية بشروطها ومحدداتها وبثقل العرب من أجل تحسين ظروف العراقيين أو تقليل الضرر واقع عليهم أو التواصل مع الشعب العراقي وتقديم خدمات له وإيصال صوته للخارج من يرفض هذا؟ لكن نحن نعلم في ذلك الوقت هذا لن يحصل بل ومثل الجامعة العربية بعد سنة مختار لماني عندما اختير وجاء للعراق لم يستطع أن يفعل أي شيء كان محصورا في مقره في بغداد قرب المنطقة الخضاء الجزئية الثانية عندما جاء الحديث وهذه أهم نقطة كانت موضوع المقاومة وإذا بهم أيضا يعني يقوبون علينا كما يقول الإمام الغزالي في أحد كتبه إلبا واحدا يعني كلمة واحدة قلبا واحدا وحجتهم الإرهاب حتى أن أحدهم قال للشيخ محمد بشار الفيضي قال للمقاومة والإرهاب اللي قتل أخوك يقصد الشيخ فيضي الفيضي رحمه الله قتل قبلها بأشهر قال له فرق بين المقاومة وبين الإرهاب اللي قتله أخي ليست المقاومة إنما الإرهاب وتحديدا الإرهاب العمل هي السياسية هذا الذي نعتقده ونعرفه لله ثم جاء موضوع الدستور وما إلى ذلك وبقينا معهم ساعات خرجنا بعد ذلك بتوصيات نعتقد أنها حققت ما كنا نطمح إليه ليس تماما وتدرون أن هذه مفاوضات دائما ما تحصل على ما تريد مئة بالمئة ولكن كان لدينا يعني فلنقول سقفا معينا لا ينبغي النزول عنه وهي الأسس الستة التي تحدثنا عنها قبل قليل فصدر البيان الختامي وجاء فيه تدارس المشاركون الإعداد لمؤتمر الوفاق الوطن العراقي لأن هذا كلنا نعد لمؤتمر يعقد المفروض لاحقا ما هو هذا المؤتمر وإنما نقلي توصيات والتوصيات استعمل لعقد مؤتمر آخر بحضور أكبر وكانوا يطمحون إلى عقده في بغداد وهذا دعانا إلى أن نشترط شرطا آخر صارنا ثمانية وموستة أنه ما يعقد في بغداد من يعقد في بغداد لن نشارك فيه من أن يعقد في ظل احتلال ونحن نريد أن يعقد وراضينا بأن تكون الجامعة العربية هي محلة للإنهقت كمثال يعني وبعد انتهاء هذه دباجة طبعا بيان ختامي لصغط الجامعة العربية التحضير لمرحلة مقبلة لبناء عراق المستقبل بعد انتهاء ممارسات وسياسات النظام السابق المدانة وأظهرت مداخلات المشاركين والمشاورات والحوارات التي جرت في جلسات عمل الاجتماع توافقا في الرأي على النقاط التالية واحد الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر اليفاق الوطني العراقي وتأكيد حرص الجميع على توفير أفضل الظروف لعقد هذا المؤتمر النجاحي الاثنين هذه نقطة مهمة الالتزام بوحدة العراق وسيادته وحريته واستقلاله وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي وخياراته الديمقراطية في إطار التعددية ونظام اتحادي وحقه في تقرير مستقبله بنفسه هذه ونظام اتحادي غير متفق عليها وجرى فيها نقاش مستفيد في الجرسة وأصرينا على رفعه عندما قرأ البيان أعيدت وهذا اللي دعا الوالد إلى أن يتكلم بعد أن قرأ عمر موسى وتحفظ على البيان وقال هذا لن نتفق عليه يعني لاحظ رغم الاتفاقات لابد أنه يدخلون ما يريدون ثالثا إن الشعب العراقي يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه خروج القوات الأجنبية من العراق وبناء قواته المسلحة والأمنية ويحظى فيه بالأمن والاستقرار والتخلص من الإرهاب الذي يطال العراقيين والبنية التحتية العراقية ويدمر الثروات الوطنية وأجزة الدولة رابعا هذه الفقرة المقاومة وأيضا غيروا في الصياغة مع أن الروح بقت لكن الصياغة أضعفت ما اتفقنا عليه كنا متفقين على عبارة أخرى وهي مع أن المقاومة حق مشروع للشعوب كافة بيد أن الإرهاب لا يمثل مقاومة المشروع وعليه ندين الإرهاب وأعمال العنف والقتل والقطف التي تستهدف المواطنين العراقيين والمؤسسات الإنسانية والمدنية والحكومية والثروة الوطنية ودور العبادة ونطالب بالتصدي له فورا هنا حققنا كما كنا نريد التفرق بين المقاومة والإرهاب ونسبة كل أعمال الاعتداءات إلى الإرهاب وليس إلى المقاومة لكن عبارة بيد أنها كانت الزيادة فيها ومع أنها كانت عبارتنا هي المقاومة حق مشروع للعراقيين بيد أنها تم تحوير أيضا هذا من أسباب تحفظنا خمسة إدانة التكفير للشعب العراقي لأنه يتعارض مع تعاليم الإسلام السمحة التي تحرم تكفير المسلم لأخيه المسلم والعمل على إشاعة القيم الإسلامية التي تدعو إلى التآخي والتسامح وترسيخ الوحدة الوطنية كانت أطراف تسعى إلى أنه وضع التكفير على جهة معينة ربطه بمكون معين من المكونات العراقية بحجة أن أحد القوى المتشددة التي وصفت بأنها رهابية هي من هذا المكونات طبعا هذه نقضت الفكرة وصرينا على أنه يكون العبارة عامة لأنه إن كانت هذه الفئة أو المجموعة أو الفصيل يتهم بالتكفير وهو يقول التكفير ولا يستحي منه فهو فصيل غير شرعي وليس مؤسسة رسمية ولا يعترف به أحد من العراقيين سوى من انضم إليه بينما التكفير تقوم به مؤسسات حكومية في العراق ومراجع دينية وتصدر به فتاوى ويتكلم به بعض أعضاء القوى السياسية الحاضرة معنا ولا أحد يتحدث عنهم سادسا الدعوة للإفراج عن كل المعتقلين الأبرياء الذين لم يدانوا أمام القضاء والتحقيق في دعاوة تعذيب ومحاسبة المقصرين ومرتكبي هذه الأعمال والإيقاف الفوري لمدهمات العشوائية والاعتقالات بدون أمر قضاء موثق وهي كلها طبعا كانت تطال من؟ تطال فئات معينة عراقية ولا سيمة بعد أحداث سامراء لأن هذا المؤتمر رقد بعد أحداث سامراء بأشهر المؤتمر الثاني والجلسة الثانية التحضيرية حدثت بعد أحداث سامراء بأربعة أشهر فتحقق كل هذا اللي كان مذكور بأنه ينطبق أو يقع في أمن العراقيين دون الفئات الوخرة سابعا المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية وفق جدوى الزمني وهذه كانت نقطة مهمة جدا لأنه إقرار الآن من كل الأطراف بمشروع جدولة انسحاب قوات الاحتلال المطروح من قبل الهيئة والقوة المناهضة قبل ذلك بسنة ونصف تقريبا وذلك بوضع برنامج وطني فوري لعادة بناء القوات المسلحة هذا دليل آخر تدريبا وإعدادا وتسليحا على أسوس سليمة تمكنها من حماية حدوده ومن السيطرة على الوضع الأمني وضمان أمن الوطن المواطن والوطن وإنهاء العمليات الإرهابية مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في هذا الشأن في قراري مجلس الأمن رقم 1546-2004 و1637-2005 ثامنا احترام موقف جميع طياف الشعب العراقي وعدم إعاقة العملية السياسية والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع واحترام رأي الشعب العراقي في اختيار ممثلية هنا أيضا حدث بيننا وبينهم خلاف لأننا رفضنا هذه النقطة رفضا مطلقا وقلنا لهم لا ندعي إلى إجراء انتخابات أو المشاركة فيها إلا تتحقق النقاط الأخرى المفروض ينعقد مؤتمر اليفاق الذي نحضره الآن ويتخذ هذا القرار يطبق النقاط وعلى ضوءة تصير المشاركة لما ذكرناهم بأننا في شهر شباط 2004 وأربعة وعيد ذكرى مرة ثانية في خطة جدولة الانسحاب ذكرنا هذا بل بعدها بأشهر عندما جاء نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق نائب نكروبونتي نكروبونتي كان هو السفير لكن كان مسافر جاء بعده كان مساعد وهنفري اللي صار بعدين سفير لأمريكا في العراق جاء للهيئة يريد من الهيئة طلع بيان تدعو العراقي للمشاركة في الانتخابات ما للفين وخمسة انتخابات الأولى فالهيئة كان جوابه بحضور عدد من الشخصيات العشائرية كان ملجس عشائر العراق وكذا ملجس عشائري في بغداد كان يجتمع وقتها في مقر الهيئة فحضروا اللقاء وأذكر منهم يعني الشيخ مطشر السعدون الشيخ عبد الموجود الصميدعي رحمه الله وآخرين فكان الجواب أعلنوا عن جدولة انسحاب الاحتلال مقابل ذلك سندعو العراقي للمشاركة في الانتخابات واحدة بواحدة والهيئة لن تشارك هذه يعني لكن أن توضع في التوصيات قبل عقل المؤتمر هذه إحدى النقاط أيضا التي تم التحفظ عليها بعد إعلان البيان وفي ضوء المناقشات والمداخلات تم تشكيل مجموعتين عمل الأولى معنية بالإعداد لمؤتمر اليفاق الوطني العراقي بإدارة معالي السيد عبد العزيز بالخادم كان وزير خارجية الجزائر والثانية معنية بإجراءات بناء الثقة بإدارة معالي الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير خارجية السودان وقتها حيث تم التوصل إلى ما يلي أولا أن يعقد مؤتمر اليفاق الوطني العراقي خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير شباط أو في الأسبوع الأول من مارس آذار 2006 في بغداد بسبب معارضتنا للإعقادة في بغداد منعقد وإنما نعقد اجتماع للجنة التحضيرية مرة ثانية برعاية عمر موسى زائدان عبد العزيز بالخادم ومصطفى عثمان اسماعيل في شهر 2006 ثانيا مشروع جدوى الأعمال المؤتمر يتضمن المحاور التالية فيما لو نعقد المؤتمر يتضمن وضوع توسيع العملية السياسية لتشمل جميع القوى على أساس تبني النهج الديمقراطي ثانيا وحدة العراق واستقلالي وسيادتي ووضع برنامج لإنهاء مهمة القوى متعددة للجنسيات ثالثا الوضع الأمني رابعا مساواة في المواطنة الحقوق والواجبات خامسا مجالات الدعم المطلوبة لإنجاح عملية الوفاق الوطني سادسا الديون وإعادة إعمار العراق ثالثا تحديد معايير المشاركة في المؤتمر عن النحو التالي واحد ضمان التمثيل المتوازن والشامل للقوى والأحزاب السياسية العراقية الممثلة لمكونات الشعب العراقي كافة بما فيها العشائر إضافة لمنظمات المجتمع المدني والمرأة لأن ما كانت ممثلة فعلا بالاجتماع الثاني حصل نوع تنثيل فيها ثنيا الالتزام بالحوار والنهج الوطني الديمقراطي ونبد العنف والاستعداد للمشاركة في العملية السياسية ثالثا الالتزام بالسعي نحو ذا حقيقة أهداف العملية السياسية بالوسائل السلمية واحترام وجهات النظر المختلفة رابعا تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الإعداد لمؤتمر اليفاق الوطني العراقي تسمى لجنة المتابعة والإعداد من القوى السياسية في العراق بمشاركة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأمم المتحدة هذه اللجنة لجنة المتابعة والإعداد هي التي اجتمعت في مؤتمر القاهرة الثاني في عام 2006 ومثل الهيئة فيها الدكتور رحمد بشار الفيضي وأنا ومثل المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني الدكتور عبد الكريم هاني رحمه الله والشيخ علي عبد العزيز الجبوري من المدرسة الخالصية وأظن هناك شيخ الثالث قد يحضرني اسمه أثناء الحديث خامسا إقرار عدد من إجراءات بناء الثقة خلال المرحلة المقبلة من بينها الإجراءات العملية التالية الابتعاد عن تبادل الاتهامات ودعوة وسائل الإعلام العراقية والعربية للعمل على التقريب بين أطياف الشعب العراقي ثنيا عدم استخدام المنابر الدينية والسياسية والإعلامية للتحريض على الكراهية والفرق ثالثا العمل على توفير المناخ المناسب لإجراء عملية الانتخابات القادمة بصورة حرة وشفافة رابعا إجاد صيغة عملية لعمل لقاءات ممتظمة بين القوى السياسية للطياف العراقية لتهيئة المناخ لتحقيق الوفاق الوطن العراقي خامسا ضرورة مراجعة وضع المعتقلين في أسرع وقت ممكن وإطلاق صراح من لم تثوت تهمته ووقف المداهمات إلا بعمل قضاء موثق تذكرون قبل المخبر السري وإشاعة جو من الأمن والطمأنينة هذا وقد أيد المجتمعون هذه لازمة في كل المؤتمرات والبيانات وقد أيد المجتمعون كفاح الشعب الفلسطيني وحقه العادل المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهكذا انتهى المؤتمر هذه انتهت الجلسة قبيل المغرب بقليل خرجنا من الاجتماع جلسنا مع بعض الأخوار وردود الأفعال غيرها يعني ما طولت نصف ساعة للترباع الساعة وهذا الإذاعات البي بي سي ومونت كارلو صوت أمريكي وغيرها كلها تبث مباشرة تصريحات لمسعود البرزاني وجلال الطالباني بعدم موافقتهم على ما تم التوصل إليه لأنه كذا وكذا 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 فضلا عن أطراف أخرى من التكتلات الحزبية مباشرة طبعا تصنى العمر موسى وعد العزيز بالخادم مصطفى عثمان إسماعيل والآخرين نيابة احنا بعدنا والعبارة اللي راجعت وقتها بدائما نكرها يعني بعد الحبر ما جاء في حبر التوصيات شو الجماعة ما راضين معناته إذن الأمريكان ما راضين على هذا الاتفاق ما حقق ما كانوا يريدون ودخلت فيه نقاط ليست في صالح مراسيم وما يتعلق منها بموضوع المقاومة وموضوع وحدة العراق وما إلى ذلك فتوترت الأجواء وبدأنا نحن نتكلم للإعلام نصرح بأنه فعلنا اللي علينا سوينا اللي علينا جينا وأثرتنا للعالم يعني حقية قضيتنا وصدقنا وعملنا من أجلها وجلسنا مع جميع الأطراف لسنا بالأطراف المتشددة كما يدعون وإنما نحن أطراف ثابتة على مواقفها وإنه إحنا جلسنا في مؤتمر سياسي وناقشنا وخدينا وقدمنا بعض التنازلات في الصياغات لأننا نحن على قناعة تامة أنها لن تنفذ لو عدنا قناعة أنها ستنفذ فعلا ما ممكن أن نعطي أي تنازل لكن لما نعرف بأنها وثيقة إعلامية وسياسية ولن ينفذها الطرف الآخر جعلنا هذا الأمر أنه نتوسع قليلا في هذا الموضوع وقد تحقق ما أردنا طبعا وسائل الإعلام وغيرها بدأت تأتينا بكثرة وعقدنا عدة مؤتمرات صحفية سريعة وغيرها سواء كان في القاهرة أو بعد عودة الوفد إلى عمان أو إلى بغداد وما إلى ذلك هذا ما حصل في المؤتمر بدأت المباحثات لعقد الاجتماع في بغداد كما ذكرنا قبل قليل واجهناها برفض المشاركة في بغداد وبقى الأمر معلق إلى أن حقد اجتماع لجنة الإعداد والمتابعة كما سموها في شهر 6 من عام 2006 هذا اللقاء طبعا ذهبنا له بعد تمنع وأقوله بوضوح صراحة أنا والدكتور بشار الفيضي رفضنا الذهاب بداية أنه ما الفائدة من الذهاب الاجتماعي يحضر لمؤتمر وأساسا التوصيات المتفقة عليها لم تنفذ ولم يعمل بها وكنا في شهر 6 2006 يعني بعد أربعة أشهر من المجازر التي حصلت بعد حادثة سامر الله يعني كل ما سمي بزرع روح الثقة واخف الاتقالات وبدون أمر قضائي كلها ضربت بأرض الحائط مجازر صارت بعد أحداث سامر فما الجدوى من ذلك حصل نقاش طويل أخيرا اجتمعت الأمانة العامة وأذكر كان الوالد وقتها يعني خارج العراق في زيارة طويلة فاجتمعت الأمانة العامة مع المؤتمر التأسيسي ولعل بعض الإخوة الحاضرين حضروا جانبا من الاجتماع في دمشق كان الوالد وقتها في دمشق واتخذوا قرارا بالمشاركة لأنه إذا ما شاركنا ستعلق فشل المؤتمر برقاب المؤتمر التأسيسي والهيئة بينما هم من أفشله فنذهب ونأكد على التوصيات إن تحقق منها شيء ونحن لا نتوقع تحقق شيء فبها وإن لم يتحقق شيء نكون سوينا اللي علينا وأثبتنا وإلى الآن نحن استفدنا من هذا المؤتمر إلى الآن كل من يجي ناقش وليش ما تلتقون بالحكومة والحكومة لما أرسلت عدة مرات وفوت في عهد المالك وغيره إلى الهيئة كان جوابنا ارجعوا إلى توصيات مؤتمر القاهرة مستعدين لجسم جديد على طاولة المفاوضة طبعا هم ما يريدون يرجعون إلى توصيات القاهرة أو لا يراد لهم أيضا أن يرجعون إلى توصيات القاهرة فأخيرا بناء على أنا أتكلم عن نفسي الآن بناء على نصف قناعة بهذا الكلام ولكن تنفيذا لأمر الهيئة ذهبت إلى القاهرة والحمد لله ذهبنا لأن النتيجة التي حصلت في هذا اللقاء كانت أفضل من النتيجة التي حصلت في مؤتمر 2005 طبعا في هذا المؤتمر كان لدينا ورقة معدة وكانت هناك كلمة للدكتور محمد بشار الفيضي والكلمة أيضا هي كما ذكرت موجودة في هذا الكتاب وموجودة في وسائل الإعلام متاحة لإنترنت ركزت الكلمة على أنه ما تحقق شيء من التوصيات وأننا لا يوجد عصى سحريا غير الأمور غير المفروض ننفذ ما اتفقنا عليه ثم جرى الحديث عن ما جرى في سام الراء وغيره وأن هذا يعني يضرب بعرض الحائط كل ما اتفقنا عليه وأيضا نوهنا بأنه الأطراف السياسية ملتزمت في المؤتمر من أول يوم من يوم 21-11-2005 من لحظة إعلان الوثيقة وختم الدكتور حمد بشار كلمته في هذه الجلسة قال وأخيرا قبل أن أعرض عليكم موقفنا ود الإشارة إلى أننا في هيئة علماء المسلمين نتفق مع القوى الوطنية في كثير من الطروحات من دون شك لكننا قد نختلف في شيء مهم وهو أننا لسنا حزبا سياسية أو حركة سياسية وبالتالي لسنا راغبين في الوصول إلى سدة الحكم أو حيازة سلطمة ولذا فإنما سنعرض عليكم يمثل في تقديرنا هاجس شعبنا ونبض الشارع العراقي فنرجو أن يحضر لديكم باهتمام يعني ابتداء أننا لسنا قوى سياسية أو حزب سياسي أو كتلة سياسية بهذا المعنى التي تسعى لدخول العملية السياسية وتتنافس مع الآخرين وإن كنا نمارس عمل سياسيا وأيضا هذا الإشاعة اللي يطمئنان عند الآخرين أننا نناقش ونجادل ونقاتل من أجل إقرار فقرة معينة وعبارة معينة ومن أجل مصلحة نجل قصية ذاتية وإنما لتعبير عن هاجس الشعب ونبض الشارع العراقي أن نوصل رسالة الشعب العراقي وليست وجهة نظر هيئة علماء المسلمين السياسية ورقة الهيئة باختصار تقول الورقة نحن في هيئة علماء المسلمين نعتقد أن أي صلح يراد له النجاح لابد أن يضع في جذولهما يأتي واحد الاعتراف بحق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال ثانيا المطالبة بجذولة انسحاب قوات الاحتلال ثالثا اللقاء في الفور المدهمات والاعتقالات وإطلاق صراع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والحكومة رابعا تشكيل لجان تحقيق بإشراف الممتحدة للتحقيق في الآتي ألف الانتهاكات والجرام التي تعرض لها المعتقلون والسجناء باع عمليات التهجير القسري ومن يقف وراءها والأهداف المقصودة منها تاء جرام الميليشيات ومن كان وراء تمكينها من أجهزة الدولة ومن تغاضى عن متابعتها وردعها ثاء ملفات المفخخات والعمليات التي طال الأبرياء ومن يقف وراءها وما هي أهدافه جيم الهجم الأليم التي طالت القبة الذهبية للمرقدين والعمليات الفضيحة المدروسة التي تلتها بحرق عشرات المساجد وقتل عشرات الأئمة والقطباء والتمثيل بجثتهم والعمليات اللي سبقت ذلك من استهداف مساجد وحسينيات وكنائس وكفاءات علمية ومن يقف وراء ذلك كله حاء ما وراء السجون الحكومية من عمليات قتل وتعذيب واغتصاب والأسيام بعد أن كشفت وسائل الإعلام بعض خباياها وغطت حقائق وغدت حقائق مرة فضلا عن ماذا تورط المسؤولين في ذلك تذكرون بوقت ما الفضيحة السجنة بغرايب كانت عمليات الإقصاء الوظيفة الذي طال عددا كبيرا من وظفي الدولة على الهوية والعرق خامسا يترتب على ما تقدم تعويض السجناء والمعتقلين تعويض المدن التي طالها القصف الأمريكي وعادة الحياة لأمشاءات المدنية وتعويض المناطق أهل الذين طالتهم المفخخات بالأداء والتدمير حل الميليشيات فورا أو تقديم من يثبت إجرامهم منها للعدالة تقديم من وقف وراهد المساجد والأماكن مقدسة وقتل العلم والقطباء والشخصيات الدينية والعلمية للعدالة وضع برنامج بإشراف مباشر من قبل لجان مشتركة لإعادة المهجرين إلى مواطنهم وتوفير الحماية الكافية لهم إعادة الذين أقصوا إلى وظائفهم سالسا تجميد العمل بالدستور في سبيل الحصول على مصالح حقيقية وليس الشكلية سابعا إعادة الجيش العراقي هذا دليل آخر لتولى إعادة الأمن في البلاد ثامنا قصر المشاركة العراقية في المؤتمر المزمع على موثلين القوى السياسية والدينية والعشارية والاجتماعية والشخصيات الوطنية بعيدا عن التمثيل الرسمي لأن التمثيل الرسمي في مؤتمر 2005 ما وصلنا النتيجة ولم يعترف بالتوصيات فما الفائدة إذن من حضورهم تاسعا أن لا يعد هذا المؤتمر جزءا من العملية السياسية الجارية في العراق ولا يتخذ سبيلا لإطفاء الشرائية عليها حادي عشر عفوا عاشرا أن تضمن الجهات المشرفة على المؤتمر تطبيق مقرراته وإنفاذها في حال اتفاق جميع الأطراف عليها حادي عشر وآخيرا عقد المؤتمر خارج العراق لإبعادها عن تأثيرات قوى الاحتلال وغيرها ولعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة للمشاركين فيما إذا عقده في العراق قلنا حتى في كردستان لا يمكن خارج العراق نعم أما داخل العراق لا يمكن بناء ذلك جرت مناقشات طويلة وهذه المرة كانت طاولة مستديرة لأن الأعداد أقل كنا وجه لوجه هو بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية بحضور عمر موسى وعلى يسار ووفد منظمة التعاون الإسلامي اثنيا منهم وأيضا موجود ممثل الجامعة العربية مختار لماني ذكرناه قبل قليل ومن الطرف الآخر على اليمين ممثل الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى وكل طرف بدأ يتحدث في ما يريد فأحنا قرأ الكلمة أو تل الكلمة الدكتور رحمة بشار الفيضي ثم قرأنا ورقة الهيئة وقدمت مطبوعة للآخرين والآخرين أيضا قدمونا وراقهم ثم جرت نقاط أبرز نقطة أن جرى فيهن الحديث كانت موضوع المقاومة وموضوع الدستور ومرة ثانية للأسف بعض الأطراف السنية في موضوع المقاومة تخذلنا وتتحدث عن الموضوع كأنه إرهاب ولا توجد مقاومة وهذا دعانا إلى أن ندخل في نقاش طويل معهم الموضوع الثاني هو موضوع الدستور كانت الفقرة الموضوعة هي تعديل بعض المواد في الدستور أو المواضع المواطن الخلاف وإحنا كنا نريد أن نعدل الدستور بشكل كامل فصرنا طرفين طرفا من طرف وحصل نقاش طويل ووصلنا إلى مرحلة بأنه اللقاء راح ينفجر وينتهي وأذكر وقته وفد الهيئة أقدم على خطوة لعلها حركت الوصول إلى حل قلنا بأنه نحن آخر من يخرج من هذه القاعة وموقفنا هو إعادة الدستور إعادة كتاب الدستور كاملا تعديله كامل وليس فقرات محددة بمعنى أنه هذا سقفنا وإحنا باقين للآخر اللي ناوي يناقش ويجادل ويخالف على أن يصبر ويبقى للأخير معنا ومع أيضا هي رسالة إلى أنه إحنا لن نوافق على أي تعديل بدأت عادة المفاوضات الجانبية ويجي عمر موسى وآخرين ويتكلمون بذن هذا ويتكلمون مع هذا ويخففون من لهجة هذا ومحاولات بعض الأطراف دخلت شخصيات عراقية مستقلة دخلت كان لأثر طيب في يعني الوصول إلى نتيجة إيجابية المهم وصلناهم إلى قناعة أنه إحنا لن نتنازل إذا أكو طرف ريدي تنازل فهو الطرف الحكومي وهنا بدأت مرحلة الاتصالات الهاتفية ببغداد للحصول على تنازلات ووصلنا أخيرا إلى العبارة حتى أذكر بأنه وفد جبهة التوافق أحدهم من شافن الناقش وصلنا إلى مرحلة قال يا إخوة ووافقوا ترجيد قلنا له لا إحنا وقفنا غير فقام أحدهم من خلف الطاولة وجه قال بس قلولي أنتو ش تريدون فالعبارة أمو هذه العبارة اللي وصلناها جيدة قلنا له لا العبارة ليست جيدة العبارة اللي ريدة هي بهذا النص فنرجوكم لا تخذلونا حقيقة للتاريخ بعد ذلك سكتوا ما ضغطوا باتجاه المحافظة على العبارة اللي تم التوصل إليها إلى أن انتزعنا العبارة التي نريد في نهاية الموضوع وفيها تفاصيل هذه ممكن أن نتكلم عنها في لقاء آخر حصلت مشكلة أخرى أثناء اللقاء كان أحد الأطراف الحاضرة معنا طرف معروف بانتماء لأحد الميليشيات ومتهم بأشياء يعني كثيرة فصار نوع من الكلام نقولها بصراحة يعني تكلمنا معه كلام خشن وأنا كنت المتحدث فزعل وتوقفت الجلسة ورفعت الجلسة بناء على هذا الخلاف وكاد أيضا فأخذونا إلى غرفة جانبية ثانية لتهديئة الأمور قام بها وزير الخارجي السوداني السابق مصطفى أثمان إسماعيل وحضرت أنا وهذا الشخص طرف ثالث من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية ممثل تحديدا نقولها بصراحة ممثل حزب الدعوة تنظيم العراق باعتباره طرف ثالث أي طرف ثالث المهم فجرى نقاش طويل لتخفيف حدة ما جرى ووحدة العبارات اللي صدرت من وزير الخارجي السوداني وهذا يدلل بغض النظر الرجل فاضل ومعروف وصاحب خبرة ورؤية معينة ولكن الرؤية للعراق ما كانت واضحة فخرجت من عنده عبارة معينة لتقطت أنا قال أنتوا إسلاميين اتفاهموا بينكم يعني يقصدك أطراف غير إسلامية فأنتوا الإسلاميين لازم تفاهمهم يقولوا أي إسلاميين يتفاهم بين هذا الشخص يمثل ميليشيا قتلت الآلاف من العراقية طبعا هو كان يمثل المجلس الأعلى ولدينا الشواهد والأدلة على ذلك قال هذا غير صحيح وأتحداكم وكذا من هالكلام قلت للموضوع موضوع تحدي وغيره كل شيء موثق ولا أظن أنه إذا ما طلع شيء ما رح يطلع بالمستقبل ترى كل ما جرى في العراق موثق لدينا حقيقة سكت لما سمع هذه الكلمة لأن كان يظنون بأنه هذه اللقاءات والتفاوض والهذا ممكن أنه تلين المواقف بناء على خبرتهم تجربتهم مع آخرين للأسف من بني جلدتي انتهى الموضوع إلى عدم اتفاق فقط اتفقنا على العودة إلى الطاولة لأننا عدنا هدف من نظام موضوع الدستور فلما عدنا حققنا للريد وأمضينا وصدر بعد ذلك البيان الغريب وهو ليس غريبا بالنسبة لنا أن هذا المؤتمر لم يحظى بالتغطية الإعلامية المناسبة الآن إذا تسوي بحث على جوجل يطلع لك رأس المؤتمر القاهرة الأول روح على المؤتمر القاهرة الثاني وما جرى فيه وتوصياته تكاد تكون غير موجودة إلا كلماتنا إحلى لما كنا نسأل في الإعلام نتحدث عنه بل حتى الصور نادرة جدا يعني تكاد تكون صورة وصورة ينفقط لما؟ لأنه المؤتمر وصل إلى نتيجة أشد النتيجة الأولى اللي ما وفقوا عليها لحزاب السياسية والكتر السياسية أقرأ لكم على السريع أبرزت المناقشات توافقا في الرأي حول النقاط التالية واحد التزام الأطراف كافة بضرورة تحقيق المصالح والوفاق الوطني بين أبناء الشعب العراقي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة تعتمد احترام سيادة العراق وحدة شعبه وأرضه ثنيا ضرورة وقف التدهور الخطير للأوضاع الأمنية في العراق وتزايد أعمال العنف والإرهاب للإتطال العراقيين والاحتقان الطائفي والقومي ومن ذلك عمليات التهجير القسري والاختطاف الجماعي والفردي لأسباب مختلفة رابعا تم التوافق على تأكيد الالتزام بما جاء من مبادئ وتوصيات في البيان الختامي الصادر عن اجتماع التحضيري 2005 ثنيا هذه النقطة المهمة أن يكون الدستور الحالي ونقاطي الخلافية موضع مراجعة ونقاش عام ومسؤول من يجل الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية أرضه وشعبه الفقر اللي ضغطوا أن تكون هي أن تكون النقاط الخلافية في الدستور الحالي موضع مراجعة احنا ضفنا أن يكون دستور الحالي ونقاطه الخلافية موضع مراجعة هذه النقطة التي تحققت ثم نقاط أخرى من ضمنها مطالبة كافة الجهات المعنية بوضع برنامج محدد لعودة كافة المهاجرين لديارهم وحمايتهم وتعويضهم إعادة النظر في إجراءات وقرارات وآليات هيئة اجتثات البعث بما يضمن محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في حق الشعب العراقي وفقا للقانون لأننا ضغطنا بهالاتجاه هذا أنه بحجة قرارات هيئة اجتثات البعث تم الاجتثاث على أسس غير قانونية وهر صحيحة وهر سليم وأن تأخذ الذريعة وشماعة لاستئصال العراقيين تحت مسمى حزب البعث محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في حق الشعب العراقي قبل وبعد 9 أبريل نيسان 2003 كانت العبارة قبل فقط وصرينا على كلمة بعد قلنا لهم إذا تخلونا بس على قبل نقول ماكو جرائم حتى وإن كانت موجودة لأنه وقعت جرائم أبشع منها بعد 9 أربعة وما تتعرفون بها فإذا ما تعترفون بما وقع بعد 9 أربعة احنا ما مضطرين نعترف بما وقع قبل 9 أربعة فأما ينضافن اثنين أو ينرفعن اثنين فصارت هذه العبارة دعوة الدولة إلى توفير الأمن وحل الميليشيات وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية من ذاك الوقت تكون قرار بحل الميليشيات بناء مؤسسات الدولة على أساس الولاء للوطن وعدم التمييز بين المواطنين والاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة في التعيين وما إلى ذلك حادي عشر الإسراع في بناء القوات المسلحة العراقية والقوات الأمنية على أسس وطنية ومهنية وفق جدول زمني محدد يتزامن مع خروج القوات الأجنبية من العراق وتحسين سيادة الكاملة يعني لاحظ هيئة علماء المسلمين والمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني الإطار الجامع للقوى المناهضة لإحتلال وقتها يوافق على بناء القوات المسلحة والأمنية على أسس وطنية ومهنية في جدول زمني يتوافق مع جدول خروج قوات الاحتلال مو أطلع يا قوات الاحتلال وبعد ذلك الموقف الوطني يقتضي بأنه يخرج الاحتلال ثم تبنى المؤسسات هذا الصحيح لكن كواقع حال هل هناك فرصة لبناء مؤسسات بعد خروج القوات والفوضى التي تحصل فإذا يكون ضمان أنه فعلا ممكن تبنى مؤسسات وطنية أمنية وعسكرية تتصاحب معها وهذه هذه مرونة ويقول لك الجماعة متشددين في هذا الموضوع 12 توفير الإجماع السياسي والديني على المستوى الوطني للتصدي للمجموعات التي تستهدف العراق والعراقين كان هناك إسرار على التسمية وإحنا رفضنا التسمية نعم أكو إرهاب وأكو غلو وأكو تشدد وأكو تكفير وأكو قتل لكن أما تسمي الجميع أو ما تسمي الجميع أما تسمي فئة معينة أو فصيل معين دون الآخرين فهذا غير منطقي وغير عقلاني وغير سياسي 13 دعوة الدول العربية لتنفيذ ما تضمنه البيان الختام للاجتماع التحضيري بشأن دعم وتعزيز الدول العربي في العراق وبخطوات عملية والطلب إلى الأمان العام متابعة في ذلك تأكيد على أهمية التعاون دول الجوار مع العراق واحترامها لسيادته وتعادم التدخل في شون الداخلية ودعمها لجهوده في تحقيق الأمن واستقرار ويعادة الإعمار ومكافأة إرهاب تفقت اللجنة عضبة موضوعين إلى بنود جدوى الأعمال المؤتمر اليفاق وهما إنهاء حالة الاحتقان الطائفي والقومي بسبب أحداث سامراء هي موجودة ولكن ما كانت ضمن أعمال المؤتمر أضيفت أو زيدت ومعالجة موضوع التهجير القسري سادسا لاحظت اللجنة أن عددا من الإجراءات التي اتفق عليها في اجتماع القاهرة في تشريين الثاني 2005 لبناء الثقة لم تنفذ على الوجه المطلوب ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على ما يلي طبعا هي لم تنفذ جميعا لكن الجامعة العربية ما تقدر تقول لم تنفذ جميعا عددا من الإجراءات ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على ما يلي تخذوا إجراءات وآليات شكلية لم تنعقد أصلا أو إذا عقد أحدها عقد بطريقة يعني عاطفية إعلامية أكثر ما هي خطوة حقيقية وجادة ألف تشكيل لجنة يشترك في عضوية يا رئيس الوقف الشيعي ورئيس الوقف السني ومجموعة من القيادات الدينية والجامعة العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المنابر الدينية للتحريض على الكراهية والفرقة إطلاق حمل لإعادة إعمار المساجد والحسينيات والكنالس ودور العبادة الأخرى والأماكن المقدس هذا أيضا المحسن تعزيز مفاهيم وقيم الوحدة الوطنية التنسيق مع الجامعة العربية لمتابعة قيام وسائل الإعلام بالعمل التقريب بين الطياب الشعب العراقي وما إلى ذلك سابعا في ضوما تقدم طلبة اللجنة للأمين العام للجامعة العربية الاستمرار في التنسيق مع كافة المبادرات المطروحة لتحقيق الوفاق الوطني كما طلبت من الأمين العام الاتصال بالحكومة الأردنية لتحديد موعد عقد مؤتمر القيادات الدينية العراقية هذا أحد الاتفاقات مؤتمر قيادات دينية يعقدونها في عمان وكذلك مع منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد مؤتمر مكة لعلماء المسلمين مؤتمر مكة كان عقد كما تعرفون ولم تحضره المرجعيات الدينية في النجف وكربلاء وحضرته مستويات أدنى فالهيئة أيضا حضرت بمستوى أدنى مع أن الأمين العام الشيخ حالث الضاري كان في مكة وقتها في زيارة رسمية للسعودية ولكن لم يحضر لأنه لم تحضر المراجع الأخرى وكانت الروح في عدم نجاح المؤتمر واضحة لأكثر اللقاء الشكلي طبعا مؤتمر أردن لم ينعقد تدخل الرئيس العراقي وقتها جلال الطلباني وحالة دون عقد هذا اللقاء طبعا حدد موعد يكون اجتماع القادم للجنة في موعد أقصى لسبوع الأول من نوفمبر تشرين ثاني في بغداد أو في إحدى الحواصل العربية أو في مقر الجامعة تمهيدا لعقد المؤتمر للفاق الوطني في تاريخ قريب وناسب ولم ينعقد هذا اللقاء وهكذا أجهز على هذا المؤتمر ومات قبل أن يبلغ سنة من عمره بسبب عدم حصول الأطراف التي كانت تسعى إلى عقده على ما كانت تريد هذه هي بعض تفاصيل مؤتمر القاهرة ومؤتمر للفاق الوطن العراقي في عام 2005 في القاهرة التي هي إذا ما قسناها بناء على العنوان مع مسيرة العمل الوطني والمشروع الوطني العراقي أعتقد أنها مرحلة مهمة ثبتت بكل قوة الطروحات الوطنية أبرزت القضية العراقية إلى الخارج وسعت من مدايات انتشار العرض الإعلامي لمن يتحدثون باسم القضية العراقية وحققت أهداف أخرى منها سياسية وهي أنه فتحت بعض الأبواب للقوة المناهضة في بعض الدول العربية اللي ما كانت أساسا لديها علاقات مع القوة المناهضة عندما رأتها وجه لوجه وازتمعت لطروح هذه زالت كثير من الشكوك والريب والاتهامات الزائفة وحدثت بعد ذلك زيارات لبعض هذه الدول ومؤتمرات يعني توسعت رقعة العمل السياسي للقوة المناهضة للاحتلال وعرف العالم حقيقة ما يجري في العراق ومن هو السبب وراء عدم نجاح هذا المؤتمر ثم أصبحت حجة وورقة كما قلت بيدنا كل من يتحدث معنا تحدثنا والتقينا واجتماعنا وهذه النتائج ولم تنفذوا ارجعوا إليها ممكن أنه نجس مرة ثانية بقيت نقطة أخيرة أختم بها وأطلت عليكم معذروني أنه كانت هناك فرصة مناسبة جدا للمقاومة العراقية أن تكون حاضرة في المؤتمر أو حوالي المؤتمر على هامش المؤتمر وأن تحصل أيضا هي شرعية ومشروعية شرعيتها ومشروعيتها من ذاتها من نفسها من قضيتها ولكن كان ممكن تحصل على نوع من ما يسمى الشرعية والمشروعية الإقليمية والدولية من خلال اعتراف الجميع أو سماع الجميع لصوتها وقد طرحنا هذا الأمر على الجامعة العربية ووافقت الجامعة العربية على حضور وفد من المقاومة العراقية إلى المؤتمر ليس بالضرورة أن يحضر في القاعة الرئيسية للمؤتمر وإنما يكون موجودا في إحدى الغرف يمكن أن تلتقيه كل الأوفود القادمة عربية أو غير عربية وذهبت أنا ومعي أحد الإخوة إلى جلسة فنية تنفيذية إلى القاهرة إلى الجامعة العربية حتى نرتب هذا الموضوع ولكن للأسف حالة عوامل ذاتية وموضوعية دون حصول ذلك وأعتقد أنها فرصة ذهبية يعني ضاعت من أيدينا ولكن واجب الآن بما أننا كنت يعني على الطلاع على التماس بهذا الموضوع أن أذكر هذه الجزئية بارك الله فيكم وزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة